تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين فيما يلي نصها حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعى ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعبر لجلالتكم في مناسبة احتفال البلاد بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين عن خالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية الجليلة التي أسهمتم جلالتكم في إرساء لبناتها الأولى واتعتموها بحكيم رعايتكم وعنايتكم حتى أصبحت قوة دفاع البحرين صرحا عتيدا ودرعا حصينا للذود عن الوطن وحماية منجزاته الحضارية الكبيرة كما يسعدنا أن نعرب لجلالتكم في هذه المناسبة الوطنية الغالية عن خالص الاعتزاز والتقدير لقيادتكم الحكيمة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويسبغ عليكم مفور الصحة والسعادة لمؤصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء التي تقولونها جلالتكم بكل الحكمة والاقتدار في بلدنا الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بصادق تحياتنا وخالص تمنياتنا لسموكم بوافر الصحة والعافية مقرونة باعتزازنا ببرقية سموكم المهنئة لنا بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة وبهذه المناسبة العزيزة نستحضر الدور الوطني المجيد الذي تنهض به قوة دفاع البحرين ولقد بلغت مكانة رفيعة تسليحا واستعدادا مع روح التضحية والفداء لحفظ هذا الوطن العزيز وتحقيق أماله الكبيرة في العزة والقوة إن مباركة سموكم لهذه المؤسسة الوطنية في ذكراها العزيزة لهو موضع اعتزازنا وفخرنا سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموكم الصحة والعافية ويمتعكم بالعمر المديد حفظ الله مملكتنا العزيزة ومكن لقوة دفاع البحرين المزيد من التقدم والرقي والله يحفظكم ويرعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين فيما يلي نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدة القائد الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين على تأسيس قوة دفاع البحرين أن أرفع إلى جلالتكم أسماء آيات التهاني والتبركات هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تحفل بالكثير من المضامين مضامين التقدير والإجلال لرؤية جلالتكم ورعايتكم لهذه المؤسسة العسكرية العريقة التي تجلت فيها أسماء صور العطاء الوطني المخلص من أبناء هذا الوطن العزيز منذ التأسيس بكل كفاءة وفاعلية وتواصل ذلك في مختلف المحطات التي تستدعي الوقوف الجاد للدفاع عن الحق والاستقرار بالمنطقة وحفظ الأمن القومي العربي مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة وبهذه المناسبة العزيزة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرجالكم منتسبي قوة الدفاع على تضحياتهم دفاعا عن سيادة واستقرار وطن العزيز ومشروعكم الحضاري فأصبحوا عنوانا لهذه القيم النبيلة ونحن على ثقة بأنهم سيواصلون تلبية نداء الواجب بالمشاركة مع أشقائنا في تعزيز العمل الخليجي المشترك والجهد العربي لنصرة الحق ولرفع راية العزة والكرامة داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المجيدة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخاء ويديم على جلالتكم وفور الصحة والسعادة والعمر المديد ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين سيدي ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلال الملك المفدى حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بكل الاعتزاز نود أن نبعث إلى سموكم بخالص التحيات باعتزازنا العميق ببرقية سموكم التي تحمل لنا التهنئة من سموكم ومن إخوانكم من سبي قوة دفاع البحرين قادة وضباطا وجنودا بالذكر الثامنة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة إننا نعتز ونفخر بالدور الوطني الرفيع الذي تقوم به قوة الدفاع في الذود عن الوطن الغالي وحماية منجزاته وأن ما تتمتع به قوة دفاع البحرين من تدريب عال وتجهيز واستعداد للوفاء والولاء والتطحية من أجل سيادة مملكتنا العزيزة له مناط ثقتنا جميعا كما أننا نقدر عاليا دور سموكم بما أنجزته هذه المؤسسة الوطنية ونسأل الله لسموكم ومن سبي قوة دفاع البحرين قادة وضباطا وأفرادا كل التوفيق والسداد أدكم الله وسدد خطاكم ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدح في ظهر الله ورعا برقية تهنئة من معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين فيما يلي نصها سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعا عهل البلاد المفدى القائد الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني صاحب الجلال أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم المخلصين في قوة دفاع البحرين أسماءية التهاني والتبركات مقرونة بخالص الولاء والطاعة وعظيم الامتنان بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين على تأسيس جلالتكم لقوة دفاع البحرين الباسلة إن لتوجيهات جلالتكم الحكيمة ودعمكم المتواصل ورعايتكم الكريمة لقوة دفاع البحرين جل الأثر في تطور قواتكم المسلحة وما وصلت إليه من مستوى مشرف تنظيما وتسليحا وتدريبا وأن الشاهد على ذلك إشادة المجتمع الإقليمي والدولي بما تتمتع به من كفاءة عالية وجهزية قتالية وانضباط عسكري وسمعة طيبة يفخر بها كل مخلص لهذا الوطن سيدي صاحب الجلال القائد الأعلى إن رجالكم في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بالمناسبة الغالية على قلوبهم مجددين العهد أمام الله عز وجل وبأن ضل جنودكم المخلصين جلالتكم وبذل مزيد من العطاء والتضحية في سبيل الرفعة والمنعة لمملكتنا الغالية ضارعين للعلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم بمفور عنايته وأن ينعم على جلالتكم بعظيم كرمه ويعيده على جلالتكم أعواما عديدة وأنتم تنعمون بمفور الصحة والسعادة والهدى وعلى وطننا الغالب التقدم والازدهار حفظكم الله يا صاحب الجلالة وسدد على طريق الخير خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد الخليفة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها الأخ المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين الفتية يطيب لنا أن نبعث لمعاليكم ولجميع من سبي قوة دفاع البحرين قادة وضباطا وجنودا بشكرنا الجزيل لتهنئتكم لنا بهذه المناسبة الغالية معبرين عن اعتزازنا العميق وثقتنا المطلقة بقوة دفاع البحرين التي أثبتت دائما وأبدا أنها حصن الوطن الحصين جاهزة للذود عن مصالح الوطن وحماية سيادته وعزته بروح عالية من الوفاء والولاء والإخلاص والتضحية ملبية لأي واجب في نصرة الأهل والأشقاء متفوقة يوما بعد يوم على نفسها تسليحا وتدريبا وجاهزية إن جهودكم المخلصة والعاملين معكم موضع فخر الوطن عاشت مملكتنا عزيزة كريمة ولتكن رايتنا خفاقة وشامقة ودمتم حفظكم الله ورعاكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين